هي إيه الأضرار مبدئياً اللي ممكن تحصل للسيدة أو البنت في فصل الشتاء أو على دخول فصل الشتاء بالنسبة للبشر أو للشعر؟ بصي المشكلة كلها مش في قصة فصل الشتاء ذات نفسه هي إن الناس بتعمل حاجات غلط لو هي تجنبتها مش هتحصل المشاكل إيه بقى الغلط؟ طبعاً رقم واحد سواء للشعر أو للبشر أو موضوع الميا إحنا في الشتاء طبعاً ما بنعرقش ما بنعطاش كتير فما بنشربش ميا دايماً بنقول للناس ما تستنوش لما تعطاشوا عشان تشربوه يعني أهم حاجة إن الجسم يدخله 3-4 لتر مياه كل يوم مش لازم أستنى بغاية معطاش أنا كنت بسمع لتر لا لا ده 3 لتر ده اللي هو حتى البناء آدم اللي هو اللي مش رياضي اللي هو اللي ما بيعرقش يعني كمان ده اللي أنا أبلع برياضة أو بروح جم طبعاً بفقد كمان كمية مياه من الجسم اللي بعرق كتير مفروض تشرب أكتر يعني ده أنا بتكلم في 3 لتر أو 4 لتر المينمم ده المينمم آه ده لو أكتر يريد دي أول نقطة تاني نقطة فيه غلطة كبيرة جداً ناس بتوع فيها فيه ناس بتشرب عصير كتير وتقول لنا باش شرب عصير فرش وباشرب مشارب كتير فبيفتكروا إن ده يغني عن المياه ما هو مش اللقصير الفرش دي ببقى دخلها مياه هي سبحان الله ربنا خلق سنتر في المخ وظفته إنه بيترجم طعم المياه يعني سنتر ربي يتعامل مع طعم المياه على إنها مياه أي حاجة طعمها مختلف عن طعم المياه حتى لو حضرتها لأي حاجة الجسم بتاع المياه زي معاملة الأكل يعني ما بتخشش في داية المتنصاص بتاع المياه في الجسم ما هي كل دي مش يا دكتور يعني دي إحنا الحاجات اللي إحنا بنسمحها لا ما هي ما بزفت العصائر والحاجات اللي هي الكويسة دي لها فوايد لكن مش بديل عن المياه يعني النعنع الينسون الحاجات دي ما هي دخلها مياه لا ما دخلها مياه بس هي طالما اختلط المياه طالما اختلط معاها حاجة ما بتمتصش في الجسم زي المياه يعني بتوصلش للأنسجة والخلايا والكل حتة في جسمنا زي المياة اللي بيولة متدخل الجسم طيب خليني أرجع أفكر المشاهدين تاني تليفوناتنا هتكون قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة أي سؤال لدكتور وليد بقى هو موجود ده معنا ممكن حضراتكم تسألوه وهيجاوب عليكم على طول طيب نرجع الأضرار بقى يعني تاني الأضرار البشرة ممكن يحصل لها الجفاف فعلا أكتر حاجة طبعا الناس بتعاني منها في البشرة الجفاف وإحنا قلنا السبب الرئيسي اللي هو قلة العرق مع قلة المياة ما أنا ما بعرقش بعود قلنا ده بالمياة طيب حصل جفاف في البشرة قبل ما نتكلم أعالج إزاي وحتى لو هنتكلم على وصفات الطبيعية اللي بتعالج الموضوع دوت لازم أنا بعندي ثقافة اللي أنا أعرف نوع بشرتي ما على حسب نوع البشرة بنتعامل حتى المسقاط والحاجات الطبيعية والزيوت والعشاب بتختلف حسب نوع البشرة طيب لو فرضا مثلا حتدي بالبشرة الدهنية ليه أكتر يعني مشكلة موجودة عندنا اللي احنا موظم شعابين أساسا بتبقى البشرة الدهنية ومشكلة حب الشباب أو مختلطة بس المختلطة برضو المشكلة بتبقى الأساسية في الجزء الدهني اللي فيها بالزبط طيب لو الجزء الدهني اللي فيها لو أصاب بحب الشباب طبعا البشرة الدهنية احنا عارفيني أكتر البشرة وتصاب بحب الشباب لأ أنا بقول البشرة اللي فيها حب الشباب وبالذات لو هو بتدى ينشط بزيادة سيبي بشرتك تجف مش مشكلة. بالعكس أنا لما بشرت الجيف طالما فيها حبوب دل صالحي مش ضدي. لأن أنا لو رطبتها أحس قبل أني بالمس حلوة. بالنسبة لونها بقى أحلى كنضارة. لكن هتزود لمشكلة الحبوب. حلو. هنرجع نكمل. فإن بشرت الجونة اللي فيها حبوب نبعد عن الترتيب.